أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في سبيل التحول الرقمي تماشيا مع رؤية مصر 2030 وستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي وخلال اجتماعه لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمي بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد مدبولي أن الاجتماع يستهدف متابعة سير العمل والخطوات التنفيذية لإتاحة مختلف الخدمات المقدمة للمعطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من جانبه استعرض وزير الاتصالات عمر طلعت استراتيجية مصر الرقمية التي ترتكز على ثلاثة محاورة رئيسية تتمثل في رعاية الإبداع وبناء القدرات الرقمية والتحول الرقمي اشتركوا في القناة